الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخواني الكرام وخاوة الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى نتناول كالعادة في هذا البرنامج أحاديث الإمام البخاري من خلال الشرح والتوضيح والتبيين وذكر أهم الفوائد التي تحتوي عليها أحاديث صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى كذلك نذكر أهم مقاصد سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في هذه الأحاديث المباركة أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني بعدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا بهذا الحديث وحديثنا هذا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورضاها بوابه البخاري بقوله باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ونحن لنزل معكم في شرح كتاب الأدب وحديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ فهذا الحديث يبين أهمية الرحمة والتراحم والعطف الذي ينبغي أن يكون في الأسرة وأن يكون بين الأهل وأن يكون في التواصل والتراحم ويعتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الجليل على قسوته بتركه لتقبيل ابنه حيث تعجب هذا الرجل الأعرابي وذلك تعرفون من يجلس في الصحراء وبعيد عن المدينة فتكون عنده القساوة تكون عنده القساوة في القلب وفي النفس لذلك عندما جاء هذا الرجل تعجب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينة وفي مكة أيضا كان يعيش في داخل مدينة مكة تسمى مدينة فتعجب عندما وجدهم يقبلون الصبيان قال أتقبلون الصبيان؟ أي الإنسان يأخذ الأبن الصغير ويقبله ويشمه قال فما نقبلهم يعني أن هذا الأمر ليس معتادا عندنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مرت به نفس هذه القصة مع صحابي آخر يسمى الأقرع بن حابس رضي الله عنه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته فاطمة ابن الابن يسمى الصبط وابن الابن يسمى الحفيد فقال هذا الرجل الأقرع بن حابس عندما وجد وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقبل يعني صبطه الحسن رضي الله عنه أرضاه كان صغيرا دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال هذا الرجل الأقرع بن حابس قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم في هذا الحديث يتبيلنا أن الرحمة التي تكون عند الإنسان وهي الرقة وهي العطف وأيضا هي المغفرة وهي اللطف هي الإحسان من خلال مساعدة الضعيف مساعدة الضعيف تكون رحمة مد يد العون والحاجة هي الرحمة تخبيل الطفل هي رحمة تخفيف الآلام على المريض رحمة وكذلك ما تفعله الزوجة لزوجها خصوصا عند كبر السن رحمة رحمة لذلك الرحمة مطلوبة منا وجاء في الحديث الرحمون يرحمهم الرحمن وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة وفي هذا الحديث يتبين لنا أهمية أن نرحم أبنائنا وأن نعطف على أبنائنا من خلال الأمهات ومن خلال الآباء في تربيتهم بأبنائهم وبناتهم للأسف الآن هناك من يقول أنا أريد أن أربي أبنائي وبناتي على الحزم وعلى الشدة وعلى القوة فينظر إلى أبنائه شزرا كما يقال في اللغة العربية يعني نظرة كلها نظرة مؤلمة وحادة وطوال اليوم يكون هذا الرجل يعبس في وجه بناته وأبنائه الصغار حتى يشب وحتى يكره الأبناء والبنات أباهم وأمهم دائما ضرب دائما سب دائما شتم لا توجد بينهم محبة لا يوجد بينهم عطف لا يوجد بينهم رحمة هل لذلك هؤلاء لذلك هؤلاء إنما يشبوا ويكبروا إما أن ينحرفوا وإما أن يستقطبهم رفقة السوء والعياذ بالله ودائما نسمع من هؤلاء الأبناء أو الشباب والشبات يقول لم نجد هذه الرحمة عند أمهاتنا وبعض الشباب يقول لم نجد هذه الرحمة عند آبائنا والعياذ بالله فنجدهم مضطربين نفسيا واجتماعيا وربما انحرفوا لذلك من فوائد هذا الحديث أهمية ملاعبة الأبناء والبنات ولنا في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة عندما كان يلاعب أسباطه وأبناء بنته فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم الحسن والحسين وكان يقبلهم وكذلك من فوائد هذا الحديث أهمية الرحمة بالصغار والعطف عليهم والتقبيل يعني هذا من باب الشفقة والرحمة في هؤلاء الأبناء وكذلك أهمية ملاعبة الأبناء وتربية التربية السليمة الجميلة وغرس العقيدة الصحيحة وحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله وسلم منذ الصغر هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر